موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا ورحبا بكم مشاهدين الإكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث عشر دول عربية ترفع مذكرة إلى الجمعية العامة للأم المتحدة للتنديد باستمرار السياسات التوسيعية الإيرانية في المنطقة ودعمها لميليشيا الحوثي في اليمن وفي المذكرة أشارت الدول العربية إلى أن إيران هي دولة راعية للإرهاب في المنطقة بدءا من حزب الله في لبنان وسوريا إلى الحوثيين في اليمن ووصولا إلى الجماعات والخلايا الإرهابية في دول أخرى في زوايا الحدث لهذا المساء نتوقف عند هذا الخبر لناقشه في محورين حجم التدخل الإيراني في اليمن وتداعياته على المنطقة والدور العربي في مواجهة التدخل الإيراني في اليمن لم تعد إيران تخفي تدخلها في الدول العربية أو تسعى لنفي هذا التدخل ولو دبلوماسيا بل صارت تتحدث علنا عن وجودها في الدول العربية كما لو كان الأمر يتعلق بتعزيز سلطاتها في محافظاتها الداخلية في اليمن الذي لم يمر عليه كثيرا في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي قبل أن يتدخل التحالف العربي لدعم الشرعية وإن لم تكن إيران قد نقلت إليه وجودها وقواتها كما فعلت في سوريا والعراق إلا أن تدخلها في البلاد لا يقل عنه في أماكن أخرى وإن كانت لا تصنع فيه السواريخ فهي ترسلها للميليشيا التابعة لها أو تساعدها على تطوير ما لديها من تركة من الأسلحة التابعة لقوات الرئيس المخلوع في اليمن يبدو الخطر الإيراني أشد وضوحا كيف يتعامل العرب مع هذا التدخل هذا ما سنترحه على ضيوفنا ولكن بعد متابعة هذا التقرير إشهر المواقف في وجه إيران وبأكثر من طريقة مستمر فإدراك الخطر المحتق بالمنطقة مؤخرا يدفع بالدول العربية على مواصلة خطواتها التصعيدية بأكثر من طريقة تتغير الصياغة وتتبدل الأدوات وتنطلق الرسائل في كل اتجاه لكن يظل الموقف واحد ثابت تجاه العدو الذي يتهدد الدول الجوار جبهة جديدة تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة وهذه المرة توجه رسالة مشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية بينها جمهورية مصر والمملكة المغربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية أعربت الرسالة عن قلق هائزة استمرار السياسات الإقليمية التوسعية والإدائية التي تنتهجها إيران في المنطقة ودعمها العسكري والمادي للجماعات والخلايا الإرهابية في كل من البحرين والعراق والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها بحسب رسالة إلى رئيس الدورة الواحدة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة فليس غريبا على البلد الذي صنع الخوف ومد أذرعه المتمثلة بحزب الله في لبنان وجماعة الحوث في اليمن أن يظل يصدر المخاوف إلى محيطه ويغضي الصراعات كإشباع حاجته من الخراب على غرار ما حدث من استهداف لبعض السفن في المياه الإقليمية الدولية في باب المندب ذهبت إيران بعيدا على جثث الآلاف من الضحايا وهو ما لم تستطع العودة به لكن كيف لا؟ والدستور هذا البلد أصلا يقتصر على دعوة رموزه السياسية والدينية إلى تصدير ثورة إيرانية إلى الدول الأخرى وهذه إحدى النقاط التي ركزت عليها الرسالة العربية الرسالة أيضا تحمل دعوة للاستقرار من وجهة نظر الدول العربية الذي لا سبيل أمام جمهورية إيران إليه إلا التغيير الشامل لسياستها الخارجية والتخلي عن أعمالها الإعدائية بما يمهد الطريق لدخول المنطقة إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية حياكم الله مشاهدين الكرام وللحديث عن هذا الموضوع معنا من مأرب الباحث الشان الإيراني عدنان هاشم مساء الخير عدنان أهلا وسهلا بك عزيزي وبالمشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بك في البداية أصدد عدنان إذا تحدثنا عن التدخل الإيراني حجم هذا التدخل في أي مجال يبدو أشد وضوحا وتأثيرا بسم الله الرحمن الرحيم أتفقد بأن إيران في اليمن لها أكثر من بعد وأكثر من إطار التحرك فيه في دعم عملية وجودها وتمركزها داخل الباب إيران تعتمد على جماعة مسلحة كانت تجيش أجزاء من الحراك الجنوبي في الجنوب وتدعم الحوثيين في اليمن إيران استطاعت عضل منظومة كبيرة من وسائل الإعلام اليمنية واللبنانية والعراقية والسورية أن تخلق جزءا كبيرا من إيران الحوثيين داخل البلاد إيران استطاعت أن تفرق أحزاب سياسية مستغلتها الديمقراطية التي كانت موجودة في اليمن بعد طورة 11 فبراير 2011 وهذا الاستقلال أدى إلى تفريخ أحزاب سياسية وستطاعت أن تكسب أيضا برلمانيين إلى صفوفها إيران تتحرك بشكل نوسوح في الفترة الماضية في عملية إرسال السلاح كجزء محدد تكون به الـ 190 من فيل القدس الإيراني وأيضا استطاعت إيران بشكل أكبر وأشمل بأن تدعم الحوثيين سياسيا ودبلوماسيا إيران استطاعت أن تجد موالد دعم الحوثيين عبر الحسينيات وعبر الكثير من الجمعيات الإيرانية والشيوعية في أوروبا وفي الوطن العربي إيران بشكل آخر هي ضرور من حوثيين مشكلة بالماثي لاحظ أنه خلال العشر الأيام الماضية كم عدد اللقاءات التي أعقدها ضريف في أوروبا وفي دول العالم واتصالتهم وأيضا الزائرات الخارجية التي يقوم بها مسؤولين بربيلين أفهم من كلامك بأن ربما إيران تتحرك بلسان الحوثيين في المجتمع الدولي بالتأكيد الحوثيون بطبيعة الحظ هم من يتحركوا بلسان إيران إيران هي من توجه السياسات وهي من تقوم بها الواء إسماعيل أحمدي هذا الرجل الذي كان رئيس شرطة إيران السابق هو من يقود كل هذه العمليات العمليات الإغاثة هو عمليات الحربية السياسية هو إرسال السلاح وجمع التبرعات هذا الرجل هو يرأس الآن بعد إقالة فيه بطعم فساد من شرطة إيران ويرأس لجنة نصر الشعب اليمنين فيه تخطط وتسير الحوثيين خلال الفترة الماضية لاحظوا أن الحوثيين كانوا مؤتمر إغاثة وتوجيه في لندن في أغسطس الحوثيين أيضا عبر منظمات مجتمع مدني عديدة وأوروبية وعربية استطاعات في جنس حوق الإنساتيجية نعم لكن المتابع سالعدنان المتابع لكل الدعم الذي تقدمه إيران هو عبارة عن إما سياسيا أو لوجستيا أو عن طريق دعمهم بالأسلحة أما كمساعدات إغاثية ربما لم نسمع على أي معونة إغاثية وصلت من إيران إلى اليمن باستثناء تلك المعونة التي وصلت وهي عبارة عن مياه صحية فقط إيران تستخدم الحديث عن الإغاثة وتسير سفن أو حتى طائرات هي عبارة فقط عن غطاء هذه الغطاء تستخدمه إيران إلى إرسال السلاح وتستخدمه إيران أيضا في عملية تعريف أو استهداف خصومها في منطقة الشرق الأوسط إيران تستخدم مسألة الإغاثة ومسألة الحديث عن الأزمة الإنسانية في اليمن من أجل إعطاء أكبر حديث عن مظلومات الحوثين الموجودة التي يتم استجاكها بشكل يومي داخل البلاد هذا الحدث في المؤتمر الذي كان في أغسطس في لندن كان الحديث لا يتحدث فقط عن إغاثة بالرغم بأن المؤتمر كان يحمل ذات العلم وانتحدث أستاذ في جامعة طهران وانتحدثوا عن مسألة حقوق المحاكمات الدولية وتجيب ملفات حقوق الإنسان لا حديث أبدنا عن إغاثة إيرانية تستخدم هذه الملفات في إطار أشمل وهو إطار استهداف المملكة العربية السعودية وهو دول الخليجي بشكل عام عبر اليمن نعم عدنا أنت بحكم متابعتك للملف الإيراني وباهتمام بالغ الآن أمام القبضة التي الأمني سوى برا أو بحرا أو جوا من قبل قوات التحالف العربي على الأجواء اليمني والأراضي اليمنية والمياه اليمنية هل لازال هناك ربما أسلحة تتسرب بطريقة أو بأخرى إلى الميليشيا من إيران؟ نعم هناك أسلحة تتسرب للحوذيين وهناك أيضا أسلحة حتى حرارية هناك تكنولوجيا متقدمة للحوذيين وهناك أيضا قطع غيار لتطوير أسلحة بما فيها الصغاري الآلية وصولها عدنان الآلية وصول هذه الأسلحة ما هي الطريقة التي من خلالها الإيرانيين استطيعون إيصالها رغم هذه القبضة التي من قبل قوات التحالف العربي على اليمن؟ لاحظنا يا عزيزي بأن الوخدة 190 التابعة في القدسي المسؤولة عن عملية تهريب السلاح إلى موضم ميليشيات إيران في الشرق العسط ما فيها اليمن هذه الوخدة تستخدم عدة اقتراعات منها أنها تكون بعملية توليد أجهزة حساسة إلى داخل البلاد خلال شهر سبتمبر وأكتوبر الماضي استطاعت الحكومة اليمنية أن تلك الكبض على شحنتين من الأسلحة كانت تحت أجهزة حاسوبية هذه الأجهزة الحاسوبية تحتها كانت صوارف حرارية مضادة للطيران من نورسان ها إيران تستخدم هذا الغطاء عبر طريق سلطنة أمان هناك إيران استطاعت أن تجد لها موطئ قدم عبر في محاضرة الظفارة المحاضبة لليمن وعبر المشايخ عدة عشائر قبلية هناك واستطاعت أن تستخدمها ميناء الميناء المترجم هناك للوصول إلى سوريا من أيضا الغطاء الثاني هو عبر أفريقيا إيران لها نشط كبير في أفريقيا وعبر تجارة الأسلحة في أمريكا اللاتينية تصل إلى عبر جنرالات موجودين في مصر عبر قناة السويف إلى البحر الأحمر تستخدم غطاء مختلفة عن سلطنة أمان ومستخدم شركات الأسلحة لا زالت ربما من خلال كلامك عدنان المياه الإقليمية اليمني هي المنفذ الذي من خلاله تهرب الأسلحة لجماعة الحدي اسمح لي أن نسلك معنا في الحديث عدنان معنا متعز أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة دكتور فيصل الحذيفي مساء الخير دكتور فيصل مساء نور أهلا وسهلا حياك الله أعزك ومشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بك دكتور ربما يزداد الانكشاف العربي أمام التدخل الإيراني الذي يبدو مصمما في المضي بمشروعه أين يكمن الخلال من وجهة نظرك؟ الخلال يكمن في مواقهتين أو متقابلتين عزم إيراني على الاختراق العربي ورخاوة عربية من حماية الأمن القومي هناك تصميم إيراني شديد لمحاولة تمدد النفوذ خارج الحدود الإيرانية وقد نجحت إلى حد ما في اختراق هذه الحدود والتمدد إلى أبعد مدى وهناك رخاوة عربية للأسف لا تتفطن لخطورة هذا المشروع التي نحن الآن نقف على كارثية على كارثية المشهد ما هو حاصل من دمار في سوريا في لبنان في اليمن وكذلك المواجهات الناعمة داخل دول الخليجة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة سمة نعم هل استطاعت تدخل العربي بعد عامين في اليمن أن يحد من هذا التمدد على الأقل في اليمن إلى الآن التدخل لم يثمر ثمارا يمكن البناء عليها يعني اليمن لكي يكون التدخل العربي مثمرا لا بد أن تتحرر اليمن من السطوة الإيرانية لتصبح ضمن النسيق العربي الخليجي وكذلك أن ترفع يد إيران من هذه السطوة على اليمن باعتبارها خاصرة للخليج وكذلك امتداد لعمان تصور أنت عمان لها علاقة تاريخية ومذهبية مع الإيران إلى جانب أن يكتمل المشهد أن تفطو على اليمن تصبح دول الخليج كلها محاصرة شمالا وقنوبا نعم كيف تقرأ الدورة العمانية التي تقوم به عمان في الأزمة اليمنية وربما هي عبارة عن منفذ السياسة الإيرانية في اليمن السياسة العمانية هي متصالحة مع نفسها وصريحة منذ ثلاثين عاما هي على علاقة يعني ذا مودة عالية مع إيران بحكم الإنسجام المذهبي بين الإباضية والإثماء عشرية وربما أيضا تصبح الأميل في قادم السنوات إلى الإثماء عشرية وهذا هو منهج إيران في التغيير البنية الثقافية للمجتمع البنية الثقافية عبر المذهب وهي لا تخفي ذلك والخليجيون يعرفون ذلك والعراب في الجامعة العربية يعرفون ذلك وبالتالي لا نستطيع أن نلوم عمان عن موقفا هو لا يعد متناقضا مع ذاته نحن الذي نقصر كيف أن هؤلاء الناس يشتغلون بذكاء ويتوسعون بذكاء ونحن نتفرق ولا نصوه إلا وقد وقع الفأس بالرأس وهذه هي الكارثة للأسف نعم هذا التصالح العماني كما تحدث عنه الدكتور هل برأيك يخدم اليمن أم يقف ضد ربما إرادة الغالبية العظمى في اليمن والشرعية في اليمن وأيضا التحالف العربي بالنسبة كما قلت لك الفرز واضح العمانيون على الأقل ليس كمجتمع وإنما كان نظام وكمجتمع يميل إلى المذهب الإباضي وهو الأقرب هو أحد مذهب الشيعة هو أكيد يتحيز إلى ذاته الثقافية ويعتبر بأن التشيع في المنطقة العربية هو أحد ثمر هذا التحالف العماني الإيراني بالتأكيد لن نكون معه على انسجام إلا في حالة الضعف في حالة أن تضرب إيران في العم أو أن تقطع أيادها المتدخلة في أرقاء العربية ممكن أن تعتدل السياسة العمانية لترى بأنه مصلحتها عربيا وليس مذهبيا شيعيا مع إيران في الوقت الراهن هل تبدو مثلا العمان يعني قريبة من إيران أكثر من البيت الخليجي هي مذهبيا وثقافيا إيرانية بامتياز نعم وهي خليجيا وفق وفق القغرافية ومجلس التعاون الخليجي ولكن إذا ما وقعت الموازنة بين المذهب والمصالح التقارب القغرافي فإن المذهب الشيعي يفضل المذهب والثقافة على الانتماء القغرافي نعم طيب دكتور تكرم البقاء معنا أعود لمأرب مع المهتم بالشأن الإيراني عدنان هاشم عدنان خلال هذا الأسبوع صرح مسؤولين صرح مسؤولون إيرانيون عن نقلهم جزء من صناعة الصواريخ إلى دول عربية ومنها يعني سوريا العراق واليمن تتحدث هناك التقديرات أن دور إيراني في قضية الصواريخ يعني ربما بدأ واضحا وفعلا بشكل قوي من خلال الصواريخ التي تطلقها ميليشيا الحوثي والمخلوع في الأسابيع الأخيرة بشكل متواصل حقيقة هذا الدور إن وجد فأشكد بأن إيران لاحظ أن إيران استطاعت بشكل أوب آخر أن توصل تكنيوجيا السلاح الحوثيين الإيران هي لا تصنع على السلحة بشكل عام هي تعمل على ربما يتطعب هذه الأجل السلحة بما فيها تعديل السلحة الباليستية الصواريخ الباليستية هذه الصواريخ الباليستية تحتاج إلى عدة أجهزة وعدة أشياء يستطيعون من خلال تعديلها بالصاروخ وزيلة مداها أو زيلة قوتها التدميرية إيران استطاعت أن تصل هذه تكنيوجيا الحوثيين وستطعت أيضا عن تيتد ما يحتاجه الحوثيون من أجل تعديل هذه الصواريخ التي متواجدة منذ اشتياح الحوثي الذي سيطروا عليها منذ اشتياح الحوثيين في سبتمبر عيلو 2014 إيران استطعت إلى جانب أن توصل أسلحة مضادة للدبابات وأسلحة حرارية ومتفجرة للحوثيين وتدريب مقاتليهم استطعت أيضا أن توصل هذه التكنيوجيا من الصواريخ إلى الحوثيين بشكل عام أو بآخر إيران هي تحاول أن تدخن في معظم الأمور هي تحاول أن تدخن ما تقوم بعمله بأنه تصنيع تصنيع خاص لكنه هو تعديل بسيط وجزي من خلال السطار الحوثيين أن يطلقوا هذه الصواريخ إلى بعض مدائق يصي إلى مكان مكرمة نعم التحالف العربي سلعدنان ربما الكثير يصف دور التحالف العربي في اليمن بأنه يقف عبارة عن ردة فعل يعني يرى ما هو التدخل الإيراني في اليمن ثم مقابل هذا التدخل يقوم بدعم ما أو مواجهة أي تدخل من قبل إيران إلى أي مدى نستطيع القول بأن التحالف العربي حد من هذا النفوذ في اليمن أعتقد أنه من حكم على هذا الموضوع ما زالت المبادرة قدام خاطره وند الشيخة التي تقدمها إلى الأطراف اليمنية تخدم بشكل كبير المشروع على إيران إيران هي تريد أن تنحي الشرعية أو أن تلغي المبررة من أجل التحالف بعمليات الحرب في الحرب الموجهة للحوتيين هذه وعمليات الحرب بلغاء الشرعية تستطيع إيران أن تواجه سعودية دوليا وأن تستفيدها وأن تزيد بشكل كبير من حجم بغوطها الدبلوماسية خارجيا إيران إيران استطاعت أن تقوي نفوذ الحوتيين وهم بالتأكيد سيكون من ضمن المرحلة قادمة سلاح الحوتيين هو ما يسمى في الخطر على شبه الجزء العربية وأيضا من المرحلة العربية تم نزع سلاح الحوتيين حتى لو تم قبولهم في حكومة توافق قادمة بإمكاننا القول بأنه تم الحد جزئيا من نفوذ الإيراني لكنه لا يمكن أن يتوقف النفوذ الإيراني من التمدد إيران استطاعت أن تطرخ قد ما أدى فجمعة الحوتي وأدى التيارات مثل ما أخذ بالله في لبنان بسبحة طفيلة وحسن نصر الله إيران استطاعت أن تطرخ إلى جانب الحوتيين العديد من الأحزاب الكنتونية التي تم تأسف بعد 2011 وستطاعت أن تؤسس لها جزءا كبيرا من قوة في الحركة الجنوبية التي الآن تدمن بالولاء للتحالف العربي لكنها في كل الأحوال ستغير ولا أتهبوا جدا تستكير الأمور وتعود إيران المزيد من تدريباتهم ومشاعبتهم من أجل الانتصال أشكر نعم عدنان هاشم البحث في الشأن الإيراني شكرا جزيلا لك أعود إلى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحديفي الدكتور فيصل الآن يدور حديث عن حل سياسي للأزمة اليمنية في حين يرى الكثير بأن هذا الحل سيكون تبعاته بقى قوة تمثل ربما للحوثيين وهي الدراع دراع إيران في اليمن كيف سيتعامل التحالف العربي مع هذه الحقيقة وهذه المبادرة إن صحت وانتجت حل سياسي فعلا في اليمن سواء قبلت دول التحالف هذا الحال أو قبلت الشرعية لهذا الحال فهذا يعني هزيمة يعني ماحقة لدول التحالف وكذلك هزيمة لليمن بشكل عام باعتبار أنها تقع في قبضة إيران بشكل كامل لأنك ستقر بإشراكها مناصفة أو تناسب وتقر لهم أيضا بالسلطة وبالمشروعية وكذلك في الحكومة وفي الدولة وهذه كارثة يعني الحقيقة هي تعتبر هزيمة متكاملة الأركان القبول بمثل هذه المبادرة لكن في نهاية الأمر هي مبادرة مجرد قس نبض إلى مدى يمكن أن يتم الانتهاء من الحرب باقتراح السياسي باعتبار بأن التحالف والشرعية لم ينجز على الأرض ما يجعل المجتمع الدولي والأمم المتحدة تأخذ منحا آخر في مقاربة للأفصرع لأن الأمم المتحدة بدأت متحمسة إلى المشروع استعادة الدولة اليمنية ومحاربة الانقلاب بشكل واضح حتى وصلت إلى القرار الأممي وفق الفصل السابع المادة أربعين إثنان عشرين ستعشر صحيح أن المادة أربعين هي لا تجيز تدخل المباشر في القوات العسكرية للإلزام ولكن تمنح مجلس الآمن حق الاقتراح للحلول وهي كانت حلول قوية يعني أملتهم بالانسحاب تسليم الدولة كذلك تسليم العاصمة أي أنها لم تعترف بهم وقعلتهم طرفا غير شرعي المبادرة التي قدمها ولد الشيخ بسبب تراخي دول التحالف والشرعية في عدم الإنجاز الواضح على الأرض الأمم المتحدة وفق الفصل السادس في نية الأمر عبر نبعوث الأممي تبحث عن توقيف نزيف الدماء ليس عندها ليس عندها خير آخر دكتور دكتور اسمح لي أن نشرك معنا في الحديث الخبير في شؤون العسكرية اللواء حسن الشهري من الرياض مساء الخير سيدة اللواء مساء النور أنا وسهل أهلا ورحم بك سيدة اللواء ربما الدكتور الآن تحدث بأن هذه الخارطة التي تقدمها الدول الرباعية والتي تقدم بها ولد الشيخ عبارة عن هزيمة كاملة الأركان للشرعية في اليمن وللتحالف العربي تقديرك أنت بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك تحية لك ولمستاذ عدنان والدكتور فيصل أهلا ورحمة ولمشاهد في قناتكم أهلا ورحمة أولا نلابد من العودة إلى كلام الأخوين من أخوة عدنان تحدث وبإسراء هو تفصيل دقيق عن الواقع اليمني نعم أنا لي عاتب فقط على الأخ الدكتور عاتب محب الدكتور فيصل وإن كان هناك رخاء عربي في بعض القضايا الكثيرة إلا أنه مقامة من المملكة العرب السعودية ودول التحالف لا يمكن الاستهانة فيه ويعتبر فيه موقف الاستراتيجية العمى للدول وهناك تصميم وهناك إرادة وهناك قدرة بإلا الله شكرا لك وننتنزل عن المتطلبات الأمن وطني لليمن ولمملكة العرب السعودية والجول الخليج وبالتالي الإقليم والعالم طيب دكتور أنت طيب سيادة اللواء الآن يعني إذا تماشينا مع طرحته الكثير ربما ينتقد التحالف العربي الآن مر عامين منذ انطلاق عاصفة الحزم في دعم الشرعية في اليمن لكن الحوثيين لا زالوا مسيطرون ربما على أهم مراكز الدولة وهي العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الأخرى لا زال الدعم الإيراني يصل إلى الميليشيا رغم الحضر الجوي والبحري الذي تفرضه قوات التحالف وتشرف عليه بسرعة مباشرة لا نستطيع أن نزيح الأحداث المتسارعة ديناميكية الأحداث المنطقة وفي العالم متحركة وبسرعة وضد مع الأسف ما قامت في المنطقة العربية السعودية دول التحالف من أجل اليمن في مراحلها الأخيرة وإن كانت وقفت مع مبدايين وكما أعرف المسايدهم للبادرة الخليجية والنشوار الوطي اليمني وإضلا خروج القرار الدولي 22-16 هناك الكتاب لا شك على ذلك ولكن المواقف واضحة الغارف الرئيس هذه لم يستلم حتى المبادرة ثم في مرحلة لاحقة شكل ثلاثة نجال لدراستها وتحليلها وإعطاء رد يكون مناسب لن تقبل القيادة اليمني وبالتالي أتحالف لن يقبل بأي مبادرة أو عمل سلي ويعرف السياسة والستراتيجية لتنفذ هذه السياسة نتنفذ من خلال جانبين إما استراتيجية غير مباشرة بالدولماسية ودوسائل أخرى أو بالستراتيجية المباشرة العسكرية وما يسمى الآن بالتراضي نتمنى أن نصل في مرحلة أن نستبعد الخيارات السياسية وننجأ للخيار الأوحد فقط وهو الخيار العسكري ولكن مع الأسف هناك معوقات ومحددات داخل الإيمني هناك مثبتات الشعب اليمني لم يصل مع الأسف في كثير من قوات السياسية نعم وحراكه إلى مستوى الوعي الكافي الذي يعلم أن إيران تريد أن تتهم اليمن إيران ترى اليمن ولاية من قبل الإسلام نعم تابعة لها إيران تحرك الحراك الجنوبي في اليمن من أجل توليه طهناك وفصل الجنوب عن الشمال طيب سيادة اللواء اسمحني في هذا الجزء نعم سيادة اللواء تصاعد الدور الإيراني المتصاعد حاليا في المنطقة واليمن على وجهة التحديد نرى أن الدول العربية أيضا تغرق في حسابات لا تتيح لها سرعة التحرك في مواجهته مثلا في اليمن بقيت عملية التحالف بلا أثر كبير على الأرض وربما لا ينكر أحد ما حققته في اليمن لكن ليس بالشكل الذي كان يأمل إليها المطلوب على الأغرق خلال الفترة الزمنية التي استمرت طويلا الآن ربما الكثير له عتب على التحالف العربي بأن هناك حسابات غير مفهومة هي من تسببت في هذا البط وعدم إنجاز نصر حقيقي يعني يعيد الشرعية وينهي الانقلال أعيد وأكرر أن أحد أهم الأسباب الرئيسية لتأخر التحالف في تنفيذ أهدافه الرئيسية والضمنية أو الثانوية في البيئة اليمني البيئة اليمنية تشكل تحدي كبير جدا الكحالف قام من أجل أهداف ويسعى إلى تحقيقها لن يتنازل عنها ثوابت لن يتنازل عنها وخصوصا عقيدته وأمنه ما ذكر الدكتور عن سلطنة عمان الشقيقة أنا أتوقف عند ذلك يفترض أنه لنواعد أنه نسبة السنة في عمان أكثر من ستينة المئة وهناك نسبة من الشيعة وما يسمى اللواكية ثم الأخوان من الأباضيين الدولة طبعا أباضية وسياسة عمان واضحة ومنتزمة في عدم ثم بالصورة لا يسمح جيشها بتدخل لكن إذا كانت حكومة الإيمان من خلال التقارير وتدرك أن هناك تهريد من سلطنة عمان وسلطنة عمان بلد من قلدان الدول المزلس عليها توقف في مجلس التعاون تستخدم السياساتها مع الأسف التي لا جالت ليست بالمستوى المطلوب وتذهب إلى مضقط من أجل التفاهم حول ذلك أنا أتوقف تصريح لمعاني ودير الخارجي العماني أو المشروع الخارجية العمانية نفى في ذلك وأعلم أنا بحكم خبرتي في عمان أن عمان كدولة لا يمكن أن تلجأ لمثل هذه الأمور وتدعم الحوثيين في اليمن بشكل مباشر أفهم من كلامك سيادة اللواء نعم أفهم سيادة اللواء سيادة اللواء نعم لذيق الوقت أفهم من كلامك بأن عمان ليس لها دور في دعم الحوثيين وأنها مع خيار دعم الشرعية والتحالف العربي وليس في تنفذ سياساتها وعلى أقل توجه إيراني لا أؤكد ولا أمتي إذا وصلت تقارير ستعتبر معلومات إذا تأكدت هذه المعلومات فهناك واجب على دول المجلس وواجب على القيادة الشرعية في اليمن أن تتحرك سياسيا لمناقشة الشبطاء في سلطة الحرمان عن ذلك فإذا ثبت ذلك طيب سيدة تلواء بقالي نص دقيقة أتمنى منك إجابة مختصرة فقط هل سنرى استراتيجية جديدة للتحرك في الأرض من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية لإنجاز نصر حقيقي ينهي الإنقلاب السياسة التابتة والاستراتيجية السليمة لن يكون هناك استراتيجية جديدة هناك تبديل في الأولويات وأتمنى أن نصل إلى في وقت قريب إلى تحقيق أهم هدف وهو الإزاحة الإنقلاب وبسردراع إيران في اليمن أشكرك جزيلا شكر سيادة اللواء حسن الشهري الخبير العسكري كنت معنا من الرياض الشكر أيضا لأستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة الدكتور فيصل الحديفي كان معنا من تعز والشكر أيضا للمهتم بالشأن الإيراني الكاتب صحفي عدنان هاشم والشكر ووصلكم مشاهد كرام على حسن المتابعة تقبلوا تحايا ومعدن هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة كما هي لكم مني بشيرة الحارتي حتى الملتقى حافظكم الله والوطن السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة